أضحك على جاهل الشيخ طبعاً اللي كان عريان هو بطرس وليس المسيح ودي نجيل يحنى 21 وعدد 7 فقال لذلك التلميذة الذي كان يسوع طبعاً أنا للمرة الألف قلت مش هرد على الشتائم ولكن هنتقل بأدب وكل واحد بيدل على البيئة اللي هو جاي منها واللي تربى فيها هو دلوقتي بيقول إن أنا قلت إن المسيح هو اللي تعرى وهذا كذب أنا أتحداك تجيب من كلامي إن أنا قلت إن المسيح هو اللي تعرى ولكن أنا كنت بتكلم على بطرس اللي ألقى نفسه في البحر تلميذ المسيح وكلهم يهود تلميذ والرسل يعني خانا نبص بني إسرائيل كانوا بيلبسوا إيه في خروج 28 و42 بيقول كده النص وتصنع زي ما أنتوا شايفين وتصنع لهم سراويل من كتان لستر العورة تصل من الحقوين إلى الركبتين يعني بني إسرائيل كانوا بيلبسوا سراويل فهنا لما يقول لأريان أي ما كانش عليه الجبة بتاعته أو القنباز بس هو كان لابس سروال إن بني إسرائيل كانوا بيعملوا كده تعرفين طبعا هو كل الكلام اللي قاعد يقوله ده عايز يثبت لي إن المئزر أو الإزار بيكون تحت سروال وإن هو لما قال اتازر به معنى كده إن هو كان لابس تحت سروال طيب تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول إيه لما آدم وحواء كلوا من الشجرة وتعروا في الجنة فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وشهية للعيون وأن الشجرة مثيرة للنظر فأخذت من ثمريها وأكلت ثم أعطت أيضا زوجها معها فأكل فانفتحت أعينهما وأدرك أنهما عريانان فخاط أوراقتين وصانع لأنفسهما مآزر المآزر اللي هو الإزار معنى كده أن الإزار هو اللي بيستر العورة وأن لآدم وحواء لما تعروا في الجنة كل الملابس راحت من عليهم إلا السرويل يعني ولا إيه يبقى كده المئزر بيستر العورة يبقى معنى اتازر به معنى كده أنه ما كانش لابس أي حاجة خالص وأن المسيح لما تعرى أمام تلاميزه واتازر بالمنشافة ما كانش لابس برضو أي حاجة خالص وده برضو من كتبك هو مش من عندنا فالمفروض أنت برضو تتعلم كتابك كويس وتعرف تقراء على فكرة أنت بتغلط في القراءة برضو تعلم قراءة كتابك كويس